مواقف وعبر فنزعه واستمر في صلاته فرماه بالثارث فلم ينصرف حتى سلم رضي الله عنه فأيقظ صاحبه فلما رآه قال سبحان الله هل لا نبهتني؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وفي هذه السنة استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه فأغضبوا أميرهم فقال لهم اجمعوا لي حطبا فجمعوا له فقال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها وهذا أمر عجيب جدا لأنه فهم أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة له إذن يطيعونه في كل شيء حتى لو كان في معصية الله تبارك وتعالى فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هربا من النار لا لكي نسقط فيها قال فسكن غضبه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف ترجمة نانسي قنقر